منذ عام سبعة وستين يصعى الاحتلال الى تنفيذ مشروع استيطانية يعرف بمشروع ايوانا والذي يعتبر الاخطر على مدينة القدس وارتباطها مع الضفة الغربية هذا المشروع اعد عام اربعة وتسعين بامر من اسحاق رابين صدق عليه عام سبعة وتسعين من قبل اسحاق مردخاي وزير جيش الاحتلال سابقا نفذ عام 2014 بانشاء بنان تحتية وشق طرق خدمة لهذا المشروع الاستيطاني ليمتد على اراض تصل مساحتها الى 12443 دنما من اراضي عناتا والعزرية وابوديسة يربط مشروع ايوان مستوطنة معاليا دميم شرق القدس المحتلة بالقسم الغربي منها بهدف اغلاق المنطقة الشرقية للقدس المحتلة اغلاقا كاملا وتطوك كرة حزمة وعناتا والطور وربط المستعمرات المحيطة بحدود بلدية الاحتلال تحت مسمى القدس الكبرى مشروع ايوان يخدم اقامة 4000 فحدة استيطانية لتوطين 100000 مستوطن وانشاء 10 فنادق بالاضافة الى منطقة صناعية وخدمة لهذا المشروع الاستيطانية يستمر مسلسل التهجير في قرية الخان الاحمر التي تضم 14 تجمعا بدويا يسكنها 2764 شخصا معظمهم من عشيرتي الكعابن والجهالين المهجرتين عام 28 و40 وبدأ الاحتلال هجمته مؤخرا على الخان الاحمر وساكنيه بعد ان صدقت المحكمة العية الاسرائيلية على امر الهدم وفي الخامس من شهر تموز الجاري اشتد الخناق على قرية الخان الاحمر كونها شوكة في حلق الاحتلال وحجر عثرة امام اكمال مشروعه التهودي فبدأ الاحتلال محاصرتها لاستكمال مرحلة تعرف بمرحلة الوصل ما بين مستوطنات شرقي القدس بهدف الاستيلاء على المساحة المتبقية ما بين مستوطنة معالي ادميم وما بين احياء القدس الشرقية من جهتين اخرى عام الفين وخمسين هناك مشروع اقلمي خطير وهو تدشن اكبر مطار في المنطقة يستوعب اربعة وثلاثين مليون مسافر سنويا وينضم الينا مباشرة القدس خليل تفاكشي مدير كسمة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في بيت الشرق استاذ خليل اهلا بك معنا ومساء خير لكم مساء النور سيد خليل كيف تقرأ هذه الخارطة الاسرالية المتمثلة بمخطط ايوان وانعكاسة ذلك على مصادرات المزيد من الاراضي ووصل الجغرافية الاستيطانية عن جزء التعبير او المستوطنات ببعضها البعض جغرافيا الجانب الاسرائيلي في هذا الاطار هو يتكلم عن قضية القدس الكبرى كما ذا في التقرير القدس الكبرى تعادل 10% مساحة الضفة الغربية وايضا هي توسيع الممر الذي يمتد من منطقة الساحل باتجاه غور الاردن وبالتالي في هذه المنطقة يجب ان يكون هناك كتلة استيطانية ضخمة ترتبط مقليميا بمعنى مع الاردن ومع الداخل وبالتالي هنا عندما يتكلمون عن قضية الايوان في قضية البدو ليس لها علاقة في الموضوع البدو هنا عندما تبدأون في منطقة التجمعات البدوية التي تبدأ من منطقة طريق ابو جورج او منطقة عناتا او الخان الاحمر باتجاه غور الاردن هناك مشروع ضخم هذا المشروع في منطقة البقيعة في النبي موسى في اكبر مطار سيكون في هذه المنطقة وبالتالي هو يتكلم عن قضية السياحة العلاجية في البحر الميت السياحة الدينية في منطقة القدس وبالتالي هو يريد هذه المنطقة فارغة من السكان اذا هذه الرؤية الاسرائيلية الكاملة هي في قضية ما يحدث الان في قضية المنطقة الخان الاحمر وكل ما هو موجود في هذه المنطقة من تجمعات سكانية عربية في نفس الوقت ايضا هو يريد ان ينهي قضية القدس قضية القدس بالمفهوم الإسرائيلي كما جاء في القانون العنصري الذي تمت المصادق عليه قبل أيام هو يعتبر القدس الموحدة عاصمة للدولة العبرية دون شريك فلسطيني ويتكلم عن القدس الكبرى الآن وليس القدس الحالية بمعنى التي تعادل 10% ساحة الضفة الغربية إذن أين ستكون العاصمة للدولة الفلسطينية اثنين وهو الأهم من هذا وذاك هي عملية الفصل ما بين الجنوب الفلسطيني والشمال الفلسطيني ثلاثة وهو الأكثر خطورة أن الإسرائيل ستعتبر نفسها هي نقطة ارتكاز ما بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط ككل لأنه في هذه المنطقة سيقام سكك حديدية شوارع عريضة فتح مطارات فتح جسور جسر الملك عبد الله اليوم مغلق الذي يقع وهو مدمر بالسوعة وستين فتح هذا الطريق يؤدي مباشرة إلى الأردن ثم إلى المناطق الشرقية حتى منطقة الشرق الأدنى نعم وما هو مصير المواطنين الفلسطينيين وأصحاب الأرض أشريين أمام مثل هذه المخاططات التي تتحدث عنها علاقة مطارات موانئ تواصل جغرافي موعد استيطاني أكبر وأشمل وأعم أنا أعتقادي أن الفلسطينيين وضع حساس جداً صمود هؤلاء الفلسطينيين في هذه المنطقة هو تخريب لكل المشروع الإسرائيلي أنا أعتقادي إذا استمرنا كما يحدث الآن في قضية التجمع السكاني في البخان الأحمر نعم إذا استمرنا بهذا الموضوع بشكل قوي جداً ودعم كل هذه التجمعات البدوية بكل ما يحتاجون لي وتحويلهم إلى قرى على سبيل المثال الأقبار الأخطاء التي نرتكبها نحن كفلسطينيين أننا نعتبر تجمعات بدوية لا يجب أن نعطيها أسماء جغرافية بمعنى القرية الإفلانية القرية الإفلانية لأنه كما حدث في قضية النقاب كانت قرية أم القيعان قرية أم الحيران عندما تم تدميره تم تدمير ليست تجمعات بدوية تجمعت قرى فلسطينية تجيء القرية الفلسطينية عندما تتحاول يكون هذه هيئة لديها أموالها وبالتالي نحن الآن يجب أن الحكم المحلي الآن مطلوب منه بشكل كبير جدا أن تتحول هذه التجمعات إلى قرى يعترف بها من قبل الحكم المحلي وبالتالي دعمها بشكل كبير نعم أشكرك الأستاذ خليل التفاقجي مدير قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية في بيت الشرق لكم تحية والتقدير